سميتها بالروح والريحان في نظم أسمى ربنا الرحمن والروح ترج فضل من يحصيها خالقها خلاقها بريها رحماك يا حسيب يا مقدم مؤخر ديال أنت الحكام الحمد لله رب العالمين الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا من أسماء الله عز وجل الحسنى التي تدل على عظمة الله سبحانه وعلى كماله سبحانه اسم الله الأعلى قال الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى ومثل هذا الاسم في المعنى اسم الله العلي قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقريب منه في المعنى والمضمون اسم الله المتعال قال الله عز وجل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال هذه الأسماء الثلاثة اسم الله الأعلى واسم الله العلي واسم الله المتعال كلها تثبت لله سبحانه وتعالى العلو تثبت له سبحانه وتعالى كمال العلو علو الذات له سبحانه وتعالى علو العزة والقهر له سبحانه وتعالى علو القدر والسلطان له سبحانه وتعالى فالله عز وجل له كمال العلو المطلق سبحانه وتعالى العبد إذا استشعر أن الله سبحانه وتعالى أعلى منه وأن الله عز وجل فوقه وأن الله سبحانه وتعالى قادر عليه فإن هذا يورث في قلبه المهابة والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى يحمله ذلك على فعل المأمورات ويحمله ذلك على ترك المنهيات ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من تنكب عن سراطه ومن تنكب عن هديه سبحانه وتعالى بهذا العلو سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولذلك العبد وفي كل شيء يفعله فإنه يستشعر أن الله عز وجل أعلى منه وأن الله سبحانه وتعالى فوقه كما حذر الله سبحانه وتعالى ومن الأسماء التي في هذا المجال اسم الله المحيط قال الله عز وجل والله محيط بالكافرين وكان الله بكل شيء محيطا المحيط سبحانه وتعالى الذي أحاط بجميع الأمور أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء قدر سبحانه فهو على كل شيء قدير لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى يرى سبحانه وتعالى المرئيات ويسمع المسموعات فلا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى والعبد إذا تعرف على الله سبحانه وتعالى بهذا الإسم الكريم وبهذه المعاني العظيمة التي تضمنها هذا الإسم اسم الله المحيط فإنه يورث في قلبه المراقبة والاستشعار أن الله سبحانه وتعالى مطلع على جميع أحواله يسمع أقواله ويرى أفعاله سبحانه وتعالى يحمله ذلك على أداء ما أوجب الله عز وجل عليه وعلى ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ويبلغ الإنسان بهذا المقام مقام الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم تكن تراه فإن الله يراك واستشعار هذا المقام مما يحمل العبد على الإتقان في جميع أموره وعلى السير إلى الله سبحانه وتعالى والمبادرة والمسارعة إلى الخيرات أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المسارعين إلى الخيرات التاركين للمنكرات والحمد لله رب العالمين سميتها بالروح والريحان في نظم أسمى ربنا الرحمن والروح ترجو فضل من يحصيها خالقها خلاقها بريها فتاح يا مقيت إنك الحليم هو الحي وهو الستير الغافر الغفار والغفور عفو يا تواب يا شكور ودود يا شاكر يا نصير رحمك يا حسيب يا مقدم مؤخر ديال أنت الحكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة